اكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على الدور الوطني لبيت التجار في مواجهة مختلف التحديات التي مرت بها مملكة البحرين حيث أثبت بوقفاته ومبادراته الوطنية المخلصة أنهم سند للحكومة وشريك فاعل في كل ما حققته المملكة من نماء وتقدم وأعرب سموه عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين على تواصلهم وسؤالهم الدائم وتعاونهم مع الحكومة في كل ما من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية مؤكدا سموه أن التعاون بين الحكومة والغرفة نهج ثابت دائبة عليه الحكومة والقطاع التجاري في مختلف الأوقات وقال سموه إن غرفة تجارة الصناعة البحرين برجالاتها عبر الأجيال قدموا للعمل الاقتصادي في المملكة العطاء الوفير الذي أسهم في تعزيز البنية الاقتصادية وتطويرها وأنتم أبناء هؤلاء الرجال الذين خدموا البلاد عبر سنوات عديدة من العطاء جاء ذلك لدى استقبال سموه صباح اليوم بقصر سموه بالرفاع لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس ونواب رئيس الغرفة حيث استعرض سموه معهم جهود تنشيط الاقتصاد الوطني والقطاعات التجارية في ظل الظروف الراهنة وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن حزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي اتخذتها مملكة البحرين استهدفت في المقام الأول دعم المواطن وتمكين القطاعات التجارية والاقتصادية من واصلة نشاطهم وأن الحكومة ستواصل دعم ومساندة القطاعات التجارية والصناعية بما يكفل لها القيام بدورهما في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز هذه المرحلة لتعود كما كانت وأفضل بمشيئة الله ووجه سموه إلى إعداد ووضع خطط مستقبلية تسهم في الاستجابة السريعة والتعامل بكفاءة مع التدعيات والآثار الاقتصادية لأي طارق لا سيما فيما يخص الأمن الغذائي وسرعة تدفق السلع وضبط الأسعار بالأسواق كما وجه سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى التعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لتكثيف الجهود والاهتمام بدراسة أوضاع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة المتأثرين من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في مواجهة تفشي فيروس كورونا بهدف تحقيق استفادتهم من الدعم والتيسير عليهم في مواجهة تدعيات هذه الأزمة وشدد سموه على أهمية مضاعفة الجهود والعمل بروح المسئولية المشتركة في المرحلة الراهنة التي يشهد فيها العالم مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بما يسهم في تجاوز تداعياتها التي طالت الجميع ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني ونمائه وأكد سموه أن أولوية العمل لدى الحكومة هي الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين ودعم كل القطاعات لمواصلة عملها وخاصة صغار التجار وأن الوقت الراهن يحتاج لتعاون أكبر من الجميع لمواصلة القطاع التجاري لنشاطه ودفع عجلة النمو إلى الأمام وقال سموه إننا على ثقة في تجاوز البحرين هذه الأزمة والخروج منها أكثر قوة بمشيئة الله لأن مسيرة التنمية في بلدنا قائمة على الاستثمار في العنصر البشري والذي هو عماد النهضة في مختلف المجالات وأضاف سموه إننا محظوظون بأبناء شعبنا الذين أظهروا أسمى معاني الوطنية والإخلاص في مساندة وطنهم وحتى سموه غرفة تجارة وصناعة البحرين على تكثيف جهودها بالتعاون مع التجار لضمان تلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية وغيرها وضمان توفرها في الأسواق ومراعاة ضبط الأسعار خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك ودع سموه الغرفة إلى العمل مع مختلف القطاعات التجارية والصناعية لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في صفوف العمالة الوافدة من خلال اتخاذ كافة التدابير الوقائية في مساكنهم ومواقع عملهم من جانبه أعرب السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس المزراء على رعاية واهتمام سموه بالغرفة وعلى دعم سموه المستمر للقطاع التجاري والصناعي في المملكة وهو ما أسهم في تعزيز دور القطاع في نماء الاقتصاد الوطني وتطوره تشرفنا صباح هذا اليوم باللقاء سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر مع رئاسة غرفة صناعة وتجارة البحرين واستمعنا إلى توجيهات سموه بتنسيق المستمر والحث على مراعاة مصالح القطاع التجاري والصناعي في مملكة البحرين والتعاون المشترك بين الوزارة وقرفة الصناعة والتجارة لتسهيل التعامل في المجال التجاري والصناعي خصوصا في ظل الأزمة التي تمر فيها البلاد والعالم بأسره بسبب فيروس كورونا وجه سموه بالتأكد في المقام الأول من توفر المخزون القذائي وهذا ما قامت به الوزارة وبالتعاون مع الأخوان في هذا القطاع وإن شاء الله نشدد في هذا الموضوع ونركز عليه خصوصا بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى البحرين وقيادته وشعبه بأفضل حال تشرفنا بلقاء صاحب السمو الملكي سمو رئيس الوزراء صباح اليوم للسلام عليه والأخذ بالتوجيهاته بالنسبة لتعاون الغرفة مع وزارة التجارة والحكومة بصفة عامة وللأخذ لتوجيهات سموه بالنسبة لحماية الاقتصاد الوطني وتدفق والوقوف على كل العوائق لضمان تدفق المواد الغذائية والطبية والأدوية في خلال أجمة كورونا نشكر سموه على التوجيهات ونحن إن شاء الله سنكون تحت توجيهات وننثث توجيهات سموه للحفاظ على البحرين وأهلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر